موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي مرة جديدة نتمنى كامل تكونوا بخيروا بصحة جيدة لن أترككم وصفة بوسو لا تنسوا على باري هذه الوصفات تعلقاتهم ليس وقتهم لكن قدرتهم الوحد المناسبة قلت سنصورهم معكم بلا تستفادوا معكم هنا نرحل المقادير هنا لدينا مئة جرام تاع فلون فلون فاني هنا لدينا مئة وخمسين جرام تاع مارغارين لدي ملعقة صغيرة عفاني قوشورة للبرتقال لدي نصف خميرة كيميائية لدي هنا مركز الليمون لدي ثلاثة كيسان تاع فارين لا نستعملهم كومبلي وعندي كاس تاع ميزينة وهنا لدي ثلاثة سافار تاع البيت هؤلاء هم المقادير اللي غادي نحتاجهم في هذا القطو أول حاجة نبدو بها هي نجيبوا هاد المارغارين نقول لكم 250 جرام مارغارين نبغي نعاود لكم المقادير باش تفاهم ممليح هذا المارغارين اللي قد تكون طريا تكون درجة حرارة المطبخ باش تساعدكم من خلطوها مع الفلان نجيب الفلان اي نوع تاع الفلان ديروه تتنجموا تتخدموه لكن اللي غي يكون 100 جرام تاع فلان القابصة تشوفوها تقو فيها 100 جرام هادك هي اللي تتشلوها دوق الفاني نجموا تديروه دوق الموز أنا هنا بده ما حطيت هادك السكر مع المارغارين نجيب الباطل ونبدأ نخلط فيهم لقد تخلطوهم مليح لانتحصلوا على كريمة عليها لازم السكر يدوب باش ما يبقاش السكر عكا قاسح وقاعد في هادك الكريمة بين الزبدة والفلان هنا مرما كملت كما كنتشوفو راتحولت عدنا الكريمة هاد الكريمة نزيد عليها دروك ثلاثة سافار تاع بيت كما تشوفوه حطيت هاد السافار تاع البيت دروك نزيد عليهم مرعقة تاع لفاني لفاني للدوق فقط ومورما نحط في هاد البيت كملت البيت قد نجيب دروك مركز الليمون انتو ما تنجموا تتعملوا عصير نصف ليمونة ديروح ولا ما عندكم هاد المركز تاني تنجموا تستخدموه هذا فقط باش حطينا الدوق تاع الليمون جي هكا حامض جي شباب هنا مورما حطيت كامل مكونات نبدأ تاني ندرب ندخل مليح هادك البيت مع المكونات الباقين وهنا منكملت كما كنتشوفوها تحصل على كريمة كريمة خفيفة هنا جبت نصف كيس خميرة كيميائية الكيس قسموها على زوج ما ديروش قاع الكيس كومبلي باش ما يجيناش هاد لقاطو باش ما ينتفخش باززاف والشكل التاعه يتغير مورما كملت هادك الخميرة زيت عليها مغرف اعفوا زيت عليها كاس مايزينو يعني مئة قرام مايزينو الكاس تاع ميتين ميليلتر ونبدأ نخلط غير بالمغرف ندخل مليح هادك المايزينو في الخالط كما كنتشوفو ادخلت كامل هادك المايزينو في الخالط دروك نروحوا للفارينو الفارينو يمكنكم تشوفو بلانيحات ثلاثة تاع الكيس لكن ما غاديش نستخدمهم قاع حدو ثلاثة كيسان غادي نشوف غادي نبدأ نضيف ونشوف او الحاجة اللولة هي دروك جبت قشور الليمون ولا تنجمو دير قشور برتقال انا هادو قشور برتقال عفوا مشي قشور الليمون خلطتهم ليح دخلتهم يعطو دوق بزاف شباب في هاد القاطو دروك ندير الكاس اللولة على الفارينو وندخلها مليح في الخالط دخلت مليح الكاس اللولة على الفارينو في الخالط دروك نزيد الكاس الزاوج ونديروا نفس العملية التي نهى للكاس اللولة دروك نبدأ الكاس الثالث لا نديروه كمبلي نبدو نزيده غير بشوية وكما يقول لك عينك هي ميزانك هنا من خلط نكمل هنا بالمغرف ندخل مليح هاد الفارينو ونمورها لازم تستعملوا اليد باش تشوفوا قوامتها العجينة كيف يراها إلا راه يتلسق بزاف كما هنا لكم تشوفون انتلمستها رقيتها شوية مازال يتلسق يعني مازال خصها الفارينو نبدو نضيف الفارينو غير بشوية لكن حداري ما تديروه كامل الكاس الثالث دربة واحدة باش باللعجينة ما تجيكمش قاصحهم بعد البوسو هادا ولا تمسوا كما نعرفو يجي طرعي و يجي تفتت في الفم و يدوب على بها يقولوا له هادا الاسم التعبوسو لا تمسوا ملاقش تكطولها بزاف الفارينو هنا العجينة صاية هي كملت معي يعني يدرت زوج كيسان ونصف فارينو أنا هادا هي الكميات على الفارينو هنا ندخل فيها مليح هاد الفارينو العجينة هنا راهي وجدت شوفوا القوامتها كيف يوجد كما راكم تشوفوا هكا سنقسمها على الزوج سنقوم بزوجة على الحربوش هكا كسمتهم على الزوج اللي سيكونوا شوية متساوين وهنا نبدأ هاد الحربوش نبدأ نوسع فيه يعني نكبر فيه كما تشوفوا هنا نحبسو ما نقعدوش ندورو فيه باليد تعنا غير هكا نقعدوش نمشو فيه غير الأصابع باش ما يتفتت معنا خشكين بزاف ناس يغبنهم هاد البوسورة مين يقولوا هكا يشكلوا فيه يبدأ يتفتت لهم وما يساعدهم انا نقول لكم استعملوا هاد الطريقة بالاسبعة تاكم كما نديرو تاني المقروض ومين يكون الداخل فيها التمر انا نكمل كامل هاكا نسقمهم ونقوم نديرهم على حاجة يكونوا مستعطي المسقمين ويكون الوجه التاحهم عملس كما كنتشوفوا انا جبت الكوبات ونستخدم فيها تعاونكم بزاف هاد الكوبات مين تكونوا تخدموا فيها ناسايا كما كنتشوفوني المستعطيلات راني سقمتهم مليح وعبرت كل حبة اللي قد جي كيف 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 كما رحبة الزوجة والكوبات ها نقطعها عادي كما انقطعوا المقروض يعني انتوما كما بغيتو بغيتو تجي يديرو حبات كبار ولا بغيتو تديرو حبات صغار انا نظرتهم حبات متوسطين خاتش ديجا غضي في الكوشة غضي يزيدو انتفخوا معنا ما غضيش يبقى الشكل التاحهم كما راه وهو عجينا خاش درناه الخاميرة كما اقول لكم ما تكتروا الخاميرة بزيار بشكل التاحهم ما يتغيرش وما يوليش شباب هنا بلا كوبات يسجم لهم الأطراف ونرى نحط في السنة عادي انا نكمل كامل هاد الكمية نحطهم في السنة انا نحطيناهم في الصينيات على الفرن تحتها ورقة الطبخ لما عندكم شو ورقة الطبخ دهنوا الصينية غير بشوية على الزيت ورشوا عليها شوية على الفرينة انا ندخلهم على فرن يكون متوسط من التحت ومن الفوق هنا بعد ما طعب معنا القاطو ماليقش تلمسو فيها ملاحظة خلوه حتى يبرد تماما انا اني حمرته من التحت واشعلت عليه ثاني من الفوق باش ينشف ماليقش تلمسوه حتى يبرد غاية دروقي جبت هاد القاطو بعد ما برد معي جبت سكر غلاسي يعني سكر طب وجبت كاسة على الماء زيت لها شوية انا عندي هذا كليكس خيط عمازهر وهنا نزيد له مغرفة كبيرة بتاع السكر غلاسي وندوبوه فيها ايضا زيت له مركز الليمون انا امور ما دوبت كامل هذا السكر في هذا الماء نجيب الحبة تاعي نغطسها تمتم ونعود نخرجها نقلبها نشمخها مليح في الأطراف تمتم نخرجها نخليها شوية تكتر انا هنا كما تشوفوا كما تشوفوا الكميات على السكر لا يعني بثيفة ونكمل هذا القاطو نغطسهم كما هكا ونخليهن من قطره غير شوية ونزيد من قطره شوية مليح اجب ورقة نظر لاباة البولا وننشفهم هكا ونضعهم في السكر كما تشوفوا نستعمل 4 او الى 5 حبات لا تنسلوا باستخدامه لتعبسك في السكر ونجدوا ترفضهم ويتفتو لكم نشفهم هكا غير شوية باستخدامه لنشربوا باستخدامه لا تنسلوا باستخدامه نشفهم بورق المطبخ ولماذا لا يوجد هكذا الورق نجدوا تنسلوا هكا غير شوية أنا منذ كنت أصبح في الفيديو بقيت نشفهم نغطيهم بالسكر نجدهم 10 دقائق نجدهم 10 دقائق أو 7 دقائق نجدهم 10 دقائق ونكمل كامل هذه الكمية بنفس الطريقة التي قمت بها في هذه الحبات ونكملتهم ونشربوا مليح السكر هذه الحبات قمت باستخدامه ونجدهم باستخدامه ونجدت فيها سكر نفس السكر ونبدأ نرشع لهم في الملفوق باستخدامه باستخدامه نزينهم بالسكر ونقوم باستخدامه ونقوم باستخدامه ونلتهم لكم في طبق التقديم ونقوم باستخدامه الواجد كما سوف ترون اذا انتهت هنا باستخدامه ونقوم باستخدامه من المشروع ستراك في القوامة وزوجة الكثير من المشروع ادفعوا في القسمه ويضوب في الفم ستقوني اتمنى ان تجربوه وينجاح معاكم فقد يكسر وخفيف وراء القوامة كيف يجب خفيف وطر وقبل ان نكمل الوصفة نريد ان نشكر انا جميعا وشكرا لك سوف ترى هذا الفيديو وتعرف باللي راني عليها والله عاونتني بالزاف في المشوار الدراسي التاعي والله نتمنى لها كل خير وإلى حجبتكم الوصفة على اليوم إن شاء الله هنتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لي بالناسبة للناس اللي راهم يشوفوا القناة لأول مرة ونقولكم إلى اللقاء سوف نخليكم مع الفيديو إلى وصفة مقبلة بإذن الله دمتم في رعاية الله